أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم برباط أفاد أن الانتقال التدريجي نحو نظام الصرف المرن ما زال قائما ومطروحا موضحا أنه سيتم اختيار الوقت المناسب لتنزيل هذا الانتقال وفي موضوع آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم أن الحالات المرتبطة بترحيل بعض الأجانب من الأقاليم الجنوبية محدودة جدا مشيرا إلى أن القرارات تتخذ بشأنها في إطار احترام السيادة الوطنية وأوضح الخلفي أن سياسة المغرب بهذا الخصوص تقوم على الانفتاح مشددا على أن المغرب يرفض استقبال كل شخص يرغب في المسيب النظام العام ويعمل بهذا الشأن تبقى لمقتضايات السيادة والقانون في التعامل مع هذه الحالات الفردية